في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن تخلص تحتمس الثالث من خطر ملك قادش المحتمل شفنا ازاي حاصر المدينة واضع عليها بكل سهولة ويمكن كل الانتصار الكبير بالنسبة لتحتمس الثالث هي سيطرته على فينيقيا اكتر حتى من انتصاره على قادش نفسها سيطرته على فينيقيا اللي وفرت لخزانة الدولة المصرية اموال كتيرة جدا ده غير انه قدر يوسع نفوضه في المنطقة قدر يعمل قواعد عسكرية بحرية ومشاه داخل الاراضي الفينقية فبالتالي كان بيعلن نفسه امبراطور على الاماكن دي بشكل عملي اكثر منه اعلامي وشفنا في الحلقة اللي فاتت انه اثناء انشغال تحتمس الثالث في القضاء على مدينة قادش كانت البلاد اللي سيطر عليها من الناحية الفينقية بتعلن التمرد عليه بيعترضوا على الضرائب اللي بتفرض عليهم والى حد ما بيشكلوا تهديد ضخم على الحاميات المصرية اللي كانت موجودة في الاماكن دي فايه كان تصرف تحتمس الثالث معاهم ده بكل تأكيد اللي هنعرفه في الحلقة دي تأكد انك اعمل لايك مشاركة في القناة من فعل التنبيهات عشان تجيلك الحلقة اللي جاء اول بول حابب اشكر كل اللي بدعمونا على بتريون وبوضفون كاش وبيبال دعموكم لينا هو اللي بيخلنا نستمر في تقديم المحتوى بالشكل ده لو حابب تكون من ضمنهم هتعملك عن طريق الروابط والارقام اللي موجودة كلها تحت زرار لايك شكرا طبعا المتسابين على القناة لو حابب برضو تكون منهم هتعملك عن طريق زرار جوين اللي موجود جانب زرار سبسكرايب وخلي الحلقة تبدأ المدينة اللي اتكلمنا عليها بالتفصيل في الحلقة اللي فادت وقلنا وعرفنا ازاي كانت اغنى المدن اللي كان عانية على الاطلاق وكان ليها نصيب الاسد من كل الغنائم المصرية اللي غنامها تحتمس الثالث في الحرب دي وانعشت الجيش المصري والخزانة المصرية جدا واللي كانت زي ما هنشوف قدام بسبب الغنائم بتاعتها والحاجات اللي كانت مخزنة فيها والاموال الطائلة اللي كانت موجودة داخل مدينة ارواد هي اللي بتزيد من طموح تحتمس الثالث في توسعة الامبراطورية المصرية القديمة وهنشوف ازاي انه ما كانش بيكتفي بقادش بس بل وبيقرر انه عاوز يغزو سوريا بالكامل لكن تحتمس الثالث بعد اعلان العصيان في المدن الفينقية بيكون فاهم اشارة مهمة جدا وهي انه ما احكمش قبضته على اي مكان من الاماكن دي بنسبة 100% اذا كان هو لسه قريب حتى من المدن الفينقية بنفسه وبيدمر مدينة منهم ومجرد ما ميشي بس كام كيلو بيعلنوا رئيسيا عليه وما لو قرر انه يخش جوه الداخل السوري هيعمله معاه ايه طب لو قرر حتى انه يرجع للمملكة المصرية القديمة نفسها هيعمله معاه ايه فهنا بيشوف تحتمس الثالث انه هو بنفسه محتاج يكون موجود في الاماكن دي ويمارس مهنته كمالك على الاماكن دي بنفسه وذاته وشخصه وما يستعجلش في الوقت ده انه يتحرك جوه الداخل السوري ويقرر انه بيأجل اي تحرك للداخل السوري في الفترة دي لحد ما يرجع كل المدن لقبضته الحديدية في الفترة دي بيقرر تحتمس الثالث ان مدينة ارواد هتكون هي عاصمة حكمه في فينقية وبيقعد فيها سنة كاملة سنة كاملة بيرضع المتمردين والعصار وكان بيرضعهم وينكل بيهم باشد الطرق كان بيتعمد فيه التنكيل بيهم انه يكسر ارادتهم في الاساس بحيث انهم مايفكروش حتى انهم يخرجوا عليه او يعصوا امر من اوامره سواء في حضوره او في غيابه لو فكر انه يغيب بعد كده وكذلك بيقرر تحتمس الثالث انه هيعاقد باقي المدن الفينقية اللي منها كان شارك في العصيان ده واللي منها ما شاركش في العصيان فبيقرر انه يعمم العقوبة على كل المدن الفينقية اللي كان معروف فيها ان اللي بيقود العصيان هم الملوك اللي رفضوا انهم بعد عيشة الترف الكبيرة دي انهم في النهاية يتحولوا لجامع ضرائب عند المصريين فهنا بيرجع تحتمس الثالث للقاعدة الذهبية والشيء والحيلة الذكية جدا اللي اختراعها بنفسه بيقول خلاص انتو الملوك اللي عاملين التمردات دي هتولعيالكم وفعلا بيقسر من الملوك والملكات الامراء بتوعهم واللي وصل عددهم لستة وتلاتين امير وبيستخدم معاهم نفس الاستراتيجية اللي استخدمها قبل كده مع الحلف السوري في موقعة مجدو ويستخدم الكارت الاخير بالنسباله الكارت اللي عمره مخيب مع التحتمس الثالث اثر الامراء كانت الحاجة اللي بتكسر الملوك نفسهم ما هو اصل خلاص ما نفعدش معاكم اي محاولة لتهديقة الاوضاع انتو كده مستطوليش اي حاجة للنقاش وبعد ما تحتمس الثالث بيطلع الكارت ده بتستتب ليه الاوضاع تماما في الجانب الفينيقي وبيتم الاعتماد على المناطق دي بالكامل جميع المدن الكنعانية والمدن الفينيقية بيعتمد عليها تحتمس الثالث في تموين وامداد الجيش طول فترات الحروب وفي غير فترات الحروب كمان اثناء عسكرة الجيش كانت المدن دي سواء فلسطين او لبنان كانت هي المدن اللي بتمد الجيش المصري بالقوت تقول لي طيب القوت ده هيكون بيغني عن الجزية نفسها اقولك لا هما كانوا بيدفعوا جزية وفي نفس الوقت بيشتغلوا طول فترات السنة في الزراعة علشان في النهاية يطلعوا المحصول والفلوس ويقدموهم ليه الجيش المصري لا ده كان احتلال بكل معنى الكلمة يعني احتلال قاسي جدا من تحتمس الثالث وهنا يجي سؤال مهم هي مصر نفسها بقى كدولة بعيد عن الامبراطورية كان ايه موقفها من كل الغنائم الضخمة جدا اللي بيجمعها تحتمس الثالث وجيشه هل ما كانش ليها اي نصيب من الحملات دي اقولك لا طبعا كان ليها ايوة بكل تأكيد كانت الاولوية للجيش المصري من ناحية الامداد والتموين لانه هم دول اللي بيفتحوا الثغرات اصلا وهم دول اللي بيحاربوا وبيشاركوا في الحروب في الوقت الحالي فبالتالي مش هيسيبوا الموارد دي ومش هينتفعوا منها علشان خطر يرجعوها مصر فالجيش كان بياخد كفيته من كل الغنائم ومن كل المحصول بتاع كل السنة والباقي منهم كان بيرجع ليه بيت المال في وادي النيل ده غير ان لما تحتمس الثالث بيبدأ يشم روايح كده ان احتمال الناس في مصر والقادة العسكريين اللي لسه موجودين في مصر يغيروا شوية ويشوفوا ان كل الفلوس دي تحتمس الثالث بيلهافها واحيا ما بينهمناش منها اي حاجة وفي نفس الوقت بيحس ان الاقاليم الجنوبية ممكن تتمرد عليه لانه منشاغل بالجيش بتاعه وبقواته العظمى في الناحية الشمالية من الامبراطورية بيقرر انه هيبعت لملوك الدول الجنوبية علشان هم كمان يبعتوا لهم جزية جزية استثنائية ويقدروا يدخلوا الخزانة المصرية الجزية المعتادة اللي طبعا بالنسبة لتحتمس الثالث دلوقتي ما كانتش نفس الجزية اللي بتقدمها الدول الشمالية كانت يعني حاجات بدائية كده من الجانب الافريقي ودي طبعا اشارة بتوضح لنا الفرق الكبير جدا في الثقافات بين الدول الاسيوية وبين الدول الافريقية في الفترة دي من الزمن لو الدول الافريقية كانت بتطلع منتجات زي مواشي عبيد اماء اشجر عطرية بعض النباتات الندرة حاجات زي كده فكان الجانب الكنعاني من العالم بيقدم دهب ومجوهرات وعجلات حربية وسفن تخدم بيها القسطول بتاعك ده غير ان النباتات نفسها كانت متطورة اكتر وكانت افضل بكتير جدا ودي حاجة بتفهمنا ليه الملوك المصريين في الوقت ده كانوا متجهين في الناحية الاسيوية وما كانوش بيفكروا في غزو افريقيا لنهم كانوا شايفين ان الدول دي في الاول وفي الاخر ما فيهاش الثروات اللي احنا عايزينها لكن الدول الاسيوية كانت بتقدم ثروات طائلة بكل تأكيد دي كانت نظرة سطحية جدا لان في الجنوب احنا عندنا وادي النيل لو كنا سيطرنا على المنابع بتاعته ومن ساعتها ما كناش دخلنا في الكلام ده كله ولكن ده امر هنرجع له بعدين بعد الغنائم اللي خدها تحتمس الثالث في حروبه في الشمال وحتى الغنائم اللي غنامها من الناحية الجنوبية بيقرر انه عاوز يرجع مصر مرة تانية ويرجع لوادي النيل علشان يبدأ يأكد وياخد البيع من كل الناس اللي موجودين في مصر ويبقى متطمن تماما من الجانب المصري نفسه لانه هو ده الجانب اللي لو خانه هيكون تحتمس الثالث سقط بالكامل فهو كان عاوز يرجع مصر علشان يأكد للمصريين انه محتاج دعمهم في الخطوة الكبيرة والضخمة اللي داخل عليها الخطوة دي كانت باختصار هي السيطرة على جميع البلاد السورية لكن هو كان فاهم جدا ان دي حرب محتاجة تركيز وتفكير اكتر ما هي محتاجة قوة غاشمة انت داخل مكان جديد خالص انت قام سيطر على كل المدن اللي تحت ولكن فتحك للاماكن دي هيكون بيفتح برضو عليك حاجات كتير فبيستقر في مصر لمدة سنتين سميهم بقى فترة نقاها سميهم فترة راحة من الحروب سميهم فترة ترتيب اوراق للمرة التانية سميها فترة استعداد ودراسة للحرب المهم انه قاعد في مصر سنتين وبعد انتهاء السنتين دول بيلم فرقة الشجعان اللي هما كانوا الحرس الملكي بتوعة حتمس الثالث واللي بالمناسبة كانوا اقوى الجنود في الجيش المصري واللي اغلب الحكايات دي احنا واخدينها من المذكرات بتاعتهم وبيطلع على رأس جنوده على الشام مرة تانية ومجرد ما بيوصل تحتمس الثالث للجيش بيعيد تنظيم الصفوف بتاعته مرة تانية وبيقول لهم على المعركة يقول لهم على الوجهة اللي هيروحوها اللي كانت هي مدينة كركميش طيب هنا تقول لي تحتمس الثالث عايز ليه يروح من قادش نفسها ويضرب كل المسافة دي ناحية كركميش هل مثلا الحلف السوري اتجمع للمرة التانية في كركميش وعايز يثور عليه او يحربه او اي حاجة زي كده هقول لك لا تحتمس الثالث في الوقت ده كان عايز يتوسع لغرض التوسع لا اكثر ولا اقل وعاوز يغنم غنائم على قد ما يقدر فلا ما حصلش في كركميش اي تكتل سياسي او حراك عسكري هو واضح ان الراجل كان حابب الموضوع شويتين وقال لك ان عايز يسيطر على كل المدن اللي في الطريق من قادش لحد كركميش وهي دي كانت القوانين اللي بتحكم الفترة دي زي ما هنجوف بعد كده مع الاسكندر الاكبر الاسكندر كان بيتحرك لحد ما الجيش بتاعه يقدر يقف وفي بعض الاوقات كان بيحارب من اجل الحرب فقط لا غير ممكن كان يكون فيه بعض الدوافع الداخلية عند تحتمس الثالث اللي عاوز يكتب اسمه في التاريخ المصري القديم انه في الوقت بتاعه كان اكتر واحد عمل توسع للامبراطورية المصرية لكن الدوافع الداخلية ما كانتش بتتكتب فبالتالي احنا مناش فيها فالواضح لينا انه تحرك بالجيش بتاعه ناحية كوركوميش لغرض الغزو فقط وكانت المهمة بتاعته سهلة جدا بيوصل كوركوميش بكل سهولة يقدر انه يسيطر عليها وما فيش اي مقاومة تذكر قبلته في طريقه من قادش لحد كوركوميش وبيقدر انه يطهر المنطقة دي تماما ويعلن فيها النفوذ المصري لحد ما بيوصل للنهر المقلوب النهر المقلوب اللي المصريين برضو كانوا بيسموه اسماء تانية زي النهر المعكوس وطبعا احنا نفس النهر ده عارفينه النهاردة باسم النهر الفرات طيب ليه التسميات المختلفة دي؟ خلينا اقولك ان الجيش المصري كانت معرفته على الانهار هو نهر النيل النهر اللي بيجي من الجنوب وبيصبه في الشمال اه ممكن يكونوا قابلوا في بعض الاوقات جداو المياه ولكن ما قابلوش نهر كبير زي نهر النيل قد ما قابلوا نهر الفرات النهر اللي فيه المياه بتتحرك من الشمال للجنوب عكس اتجاه نهر النيل فيعني دي كانت بس معلومة طريفة كده على جنب انهم كانوا مسلمين من نهر الفرات بالنهر المقلوب علشان عكس نهر النيل ايا كان عدوها تحوتموس الثالث اول ما بيشوف النهر ده بيقول انا عاوز اعدي النهر طيب يعني دلوقتي بس معلش السفن كلها موجودة في الناحية التانية من الجانب السوري كلها موجودة في البحر الابض المتوسط هنا تحوتموس الثالث بيبص للمهندسين بتوعه وبيقول لهم اتصرفوا وفعلا المهندسين ما يكذبوش خبر بيطلعوا على اشجار لبنان وبيبدأوا يعملوا مراكب جديدة تسمح بركوب الجنود وتكون قادرة تمشي على نهر الفرات او داخل نهر الفرات بيصنعوا اجزاء المراكب الرئيسية بتصميم يسمح ان الاجزاء دي ينفع تتركب مع بعضها وينفع تتفك من بعضها بيفكوا الاجزاء الرئيسية دي وبيحطوها على عربات ضخمة جدا تم تصميمها في الوقت ده لنقل الاخشاب بتاعت المراكب دي بس عربات نقل خشبية كانت لأول مرة تستخدم في التاريخ كانت دايما العربات بتكون موجودة لنقل وجر الاشياء لكن ان انا اعمل عربية ضخمة علشان بس تشيل بعض الاخشاب علشان بعد كده نستخدمها في صناعة السفن دي كانت حاجة التاريخ ما شفهاش قبل كده وفعلا اخشاب المراكب بيوصلوا بالمهندسين لحد كوركو ميش ويتم تركبها هناك علشان تكون جاهزة بالنسبة لاتحطمس الثالث انه يركب عليها ويعمل بيها اللي هو عاوزه بالمناسبة دي كانت حاجة صعبة جدا يعني لو انت متخيل عملية صناعة المراكب دي كانت خطوة كده والسلام لا يبقى انت غلطان مبدئيا صناعة المراكب كانت حاجة صعبة جدا وقتها كان في حضارات معينة بس هي اللي بتقدر تعمل الموضوع ده بالسرعة دي فان المصريين يقطعوا خشب الاشجار ويصمموا المراكب بالسرعة دي ومش بس كده يصمموا عربات تشيل المراكب دي نفسها وينقلوا المراكب مفككة من اول سوريا لحد اخرها علشان توصل لاتحطمس الثالث في وقت قياسي ويتم تركبها كمان وانها تنضم للأسطول البحري ولكن في ناحية الفراط دي بكل تأكيد كانت مهمة تحس انها مستحيلة بمقاييس الزمن ده لكنها تمت على ايد جنوات حطمس الثالث قدرة كانت غير عادية عند المصريين القدماء في الزمن ده ولكن هنا يجي سؤال مهم تحطمس الثالث هيعمل ايه بالمراكب دي يا ترى هو كان عاوز يروح بقى للمملكة البابلية عن طريق نهر الفراط ولا كان بيفكر في ايه ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية تأكد انا كامل لايك مشارك في القناة وفعل التنبيهات عشان تجيلك الحلقة اللي جاية اول بول طبعا حابا باشكر كل اللي بدعمونا على بيتريون بوضع فون كاتش وبيبل لما يقول لنا هو اللي بيخالي نستمر في تقديم وصناعة المحتوى لو حابتكم من ضمنهم هتعملك عن طريق الروابط والارقام اللي موجودة تحت زرار لايك طبعا حابباشكر كل اللي بنتسبه على القناة لو حاببتنتسب انت كمان على القناة هتعملك عن طريق زرار جوين الموجود جم زرار سبسكرايب وبس كده سلام